تلقت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيل مكرم تقريرا بشأن المصريين المشتركين في أول تأمين تطبقه الوزارة على المقيمين بالخارج وأشار التقرير إلى أن عدد المشتركين في التأمين بلغ حوالي 7846 مواطنا خلال أول أربعة أيام من تطبيق أول تأمين على المصريين بالخارج وأكدت وزيرة الهجرة أن إتاحة أول تأمين للمصريين المسافرين والمقيمين بالخارج جاء تلبية لكثير من المطالبات من المصريين بالخارج